هذه الحلقة برعاية Watch Dogs Legion انضموا للمقاومة واستردوا مستقبلكم في 29 أكتوبر العبوها على أجهزة الأكس بوكس سيديس أكس والأكس بوكس سيديس أس السلام عليكم متابعين تروي غيمينغ وحياكم الله في فيديو جديد كلما أصبحت الجوالات مهمة في حياتنا اليومية شفناها تبرز بالألعاب بشكل مرة كبير واليوم رح نتكلم عن الألعاب اللي استعملت الجوالات بشكل ذكي ومختلف لدرجة خلت أسلوب اللعب مميز نوعا ما وعندنا طبعا لعبة Persona اللي استعملت الجوال بشكل أساسي تكوين العلاقات مع أخيك والتواصل معهم هي أحد العوامل اللي حبها الكثير في هذه السلسلة وفي الجزء الخامس من سلسلة Persona شفنا استعمال مكثف للجوال لأنه كل يوم من أيام الأسبوع اللي أنت تحاول فيها تروح المدرسة وبعدها تداوم حتى تجمع لك فلوس وتشتري لك أسلحة تساعدك في التقدم في القصة رح تحصل أخويك بشكل يومي يكلمونك ويتواصلون معاك وكلهم يبونك تتمشى معاهم وتقضي وقت معاهم ومرات ينشبون لك لدرجة مزعجة تحصل نفسك فيها جالس تقرأ رسائلهم على الجوال أكثر من الوقت اللي رح تقضيه في تسكعك في شوارع المدينة أبطال ألعاب برسونا يريدهم يدورون أصدقاء مبنش به زي اللي موجودين في الأجزاء الماضية تقبرني يا حبي أو باسمها الإنجليزي بري مي ماي لوف هذه اللعبة تحكي حكاية زوج وزوجه من سوريا افترقوا عن بعض الزوجة نور هاجرت إلى أوروبا حتى تعيش حياة هادئة لكن زوجها ماجد جلس في سوريا وهو يحاول يساعدها عن طريق إرسال الرسائل لها ويعلمها وش تسوي ويحاول يوصلها للمكان اللي هي تبيه طبعا أغلب وقت لعبك رح يكون على الجوال وفي مرات على حسب المواقف اللي تطيع فيها نور بتحصل أنها ما رح ترد عليك تماما ولكن رح تجيك زي التنبيهات توضح بأنها حاليا رح تقدر ترد عليك والطريقة الوحيدة اللي تقدر تساعد فيها نور هي فقط عن طريق الرسائل والإيموجيز مع أن أسلوب اللعبة مره مره بسيط لكن فريق التطوير يستطيع يستغلها مره صح ويخليك متعلق في المواقف اللي رح تصير بينك وبين نور طبعا ما نقدر نسوي فيديو كامل عن استعمال الجوالات في الألعاب بدون ما نذكر لعبة واتش دوغز هذه اللعبة هي أكثر وحدة تتميز في استعمال الجوال لأن عن طريق الجوال بيمديك تهكر كل شيء مثل إنه يمديك تحدي على أي شخصية تشوفها تتمشى في عالم اللعبة وتقدر تعرف عنها معلومات كثيرة من اسمها إلى شخصيتها والوظيفة وكم تدخل الفلوس وإيش الشيء اللي هي تتميز فيه وهذه الحركة فريق تطوير واتش دوغز ما استفاد منها صح إلا مع جزء اللعبة الأخير اللي رح يستر في نهاية شهر أكتوبر هذه السنة غير تجميع المعلومات عن الناس فأنت تقدر تهكر الإشارات وتشوف العالم يتصادمون بالسيارات ولا تهكر الدرونز أو جوالات الناس نفسها وتخليها تكهربهم فعليا كل شيء له جزء تقني رح تقدر تهكره وهذا يعطيك حرية كبيرة في لعبة عالم مفتوح ما نحصلها في الألعاب الثانية لعبة أخرى استعملت الجوالات بشكل غريب وما استعملتها إلا في آخر جزء لها هي Animal Crossing New Horizons هذا الجوال في ذا اللعبة شاطح عن طريقة تقدر تتصل على هاليكوبتر تجي تشيلك لو نشبت في مكان وما عرف تطلع منه ونفس هذا الجوال فيه المعلومات عن كل الحيوانات اللي تصيدها من أسماك وحشرات وحيتان وغير هذا كله فأنت تقدر تشتدي أغراض من جوالك وتوصلها لبيتك عن طريق البريد وأغرب شيء هو عن طريق التطبيق في الجوال رح يتوفر عندك الخيار في أنك تعدل على هيكلة الجزيرة بالكامل من أنك تبني مناطق مرتفعة وأنهار غير هذه الأشياء ففيه أشياء تقليدية مثل خريطة وكاميرا التصوير ومكان تشوف فيه وصفات البناء حقتك في بالي شخصيا ما تذكر لعبة استعملت الجوال بشكل أساسي زي ما استعملتها لعبة GTA 4 لما كان ولد عم نيكو بينك كل شوي يدق عليك وينشب لك ويقول لك يلا خلينا نروح نلعب بولينك وكيف برضو الجزء الخامس من السلسلة ركزوا على الجوال أكثر وصار يمديك تتصفح في النت وتزور مواقع التواصل الاجتماعي خيالية من تصميم فرق راكستار هذا غير بأنه صار يمديك تتاجر بالأسهم على الجوال وطبعا ما ننسى أنه صار يمديك تحط الكلمات السرية عن طريق الجوال وتشوف السيارات والطيارات والدبابات تجي في وجهك مباشرة وآخر لعبة بنذكرها اليوم هي لعبة اندي اسمها ريبليكا وبرضو كل طريقة تفاعلك في هذه اللعبة مرتبطة بالجوال طوال الوقت لكن القصة حقتها تركز على الرعب والارهاب وانتهاك الخصوصية وفيها 18 نهاية مختلفة وهذه النهايات راح تعتمد على الوقت اللي قضيته تطقطق فيه على الجوال باللعبة فإذا ودكم في لعبة لها طرق متعددة وبتفاجئكم بتوجهها بشكل كامل فأحرصوا على تجربتها بأقرب وقت ودخلوا عليها بشكل أعمى بدون ما تقرؤون أي شيء حتى تطلعوا بالتجربة الأفضل وهذه كانت مجموعة ألعاب استعملت الجوال وخلت من أسلوب اللعب مميز وشاطح شاركونا بأسماء ألعاب استعملت الجوال كجزء من أسلوب اللعب كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر